النهاردة كان في الاجتماع التاني بين لجنة التحاد الكورة والاندية حقلكوا القرارات بس حقلكوا ملاحظاتي على هذا الاجتماع ولا لم يحضر اي رئيس نادي ولا رئيس نادي كان اكبر ممثل كان استاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري واستاذ طرق انديل عدو مجلس ادارة النادي الاهلي والباقين كلهم كانوا عبارة عن اداريين ودي الحقيقة برضو بتشكل علامة استفهام يعني النهاردة كان فيه توصيات توصيات بعضها غريب شوية موضوع اللعيبة الاجانب ولازم اتكلم فيه ما اقدرش ما اتكلمش فيه لانه احنا زمان بدأنا بلعيب اجنبي وبعدين بقوا ام اتنين وبعدين بقوا ام تلاتة وبعدين بقوا ام اربعة وبعدين جات ظروف اخواننا السوريين واخواننا الفلسطينيين فقلنا نعتبر اللعيب السوري او اللعيب الفلسطيني مصري لمدة سنة وبعدين كان فيه يعني نوع من انواع التعاون بيننا وبين اتحاد شمال افريقيا فتونس اعتبرت اللعيب الشمال افريقي لعيب تونسي في نفس الوقت المغرب والجزائر قالوا لا هو لعيب اجنبي يعني فاحنا يعني ادينا له صفة برضو لمدة سنة انا كنت موجود في اتحاد الكورة الحقيقة انا قلت يا جماعة ما بحيش بندل استثناءات يعني خلينا نبقى واضحين يعني لانه خمسة لعيبة اجانب على فريق مصري من وجهة نظري كتير بيحد جدا من فرص اللعيبة المصريين دي من وجهة نظري كتير جدا انه يكون نص الفريق تقريبا مش من البلد وانت عايز تعلي مستواك يعني لانه ده مهم جدا لانه في النهاية اتحاد الكورة يعني في كل الدول المحترفة او الدوريات المحترفة اتحاد الكورة لا يدير المسابق اللي بيدير المسابقة هي الرابطة اللي في المجهول حتى هذه اللحظة فكنت اتمنى حاجتين الحاجة الاولى اللفة والدوران حواليه الرابطة ده يخلص لانه احنا مش هنعمل رابط قصة بينة من بدري لا رابط درجة اولى ولا تانية ولا تالية قصة محسومة خلصانة فاللفة والدوران واصله خلاص التسويق خلص وما فيش غير وجع الدماغ وحتخش في وجع الدماغ وقصة لكنه هذا نظام عالمي انا بتكلم من ناحية الخبرية هذا نظام عالمي هذا نظام عالمي فيعني اه كان عشان بس نبقى الظالم من لو احمد سليمان رئيس نادي اسوان كان موجود والاستاذ يشام حسن نائب رئيس نادي الاتحاد سكندري ايضا كان موجود نظام الرابطة ده نظام عالمي وهو في الدنيا المحترفة كده فلازم يكون عندنا ربطة اندية لازم يكون عندنا ربطة اندية لكن هذا الامر بنسمعه اتعاملت يا دوب كده كان في لجنة اندية رأسها كابتن حسن حمدي فترة وعملت شغل كويس وبعد كده اختفت وبعدين اتعاملت الربطة تلات اربع شهور بالقاسة المهندس محمود الشامي وبعد كده اتحلت ومنذ هذه اللحظة وحتى الان احنا مش عارفين نعمل ربطة وده مش حلو في حق انا انا بكلم بهدوء شديد جدا مش حلو خالص في حق انا لازم تكون في ربطة طبقا للليحة اللي حضرك حطتها يعني اللي انت حطتها ايه الليحة دي الليحة اللي عملتها الخماسية الليحة اللي عملها مجلس ادارة المهندسانة بريدة الليحة اللي عملها مجلس ادارة الكابتن سامير زاهر وكل اللوايح كلها بتنص على هذا البند زي الاندية المحترف الاندية المحترف اللي عندنا على الورق فقط لا غير لكنه نادي محترف رسميا للأسف الشديد ممكن نادي او اتنين من الطمنتاشر وطبقا للقانون على فكرة ماينفعش لكن احنا يعني ايه الورق بيمشي وبيعدي وخلاصه بالحب والودة والحنية فقصة اني بقى عندك خمسة لعيبة اجانب صعب حضراتكم عايشين مأساة رأس الحربة في مصر على فكرة عندنا روس حربة رأعين لكنه الاندية بتستسهل فتيجي من اول الاهلي الزمالك الاسماعيلي الاتحاد المحلة اقولك اسوان اسراميكا البنك الاهلي المقولين اي نادي الطمنتاشر نادي امبي النهاردة في اختياراتنا هتشوف رأس الحرب كلهم اجانب وبالتالي بقى عندنا قزمة دلوقتي بنصرح على قصة رأس الحربة ما عندناش انت بتتعاقد مع اثنين لعيبة او ثلاثة او اربعة او خمسة فكل واحد بيجيب اول حاجة بيجيب مهاجم فلما كنت بتقلل العدد شوية كانت الدنيا بتهدى شوية الى حد ما يعني لم يبقوا ثلاثة او اربعة لكن انت النهاردة قلت خمسة والخمسة يكونوا في الملعب على فكرة يا مازال التوصية حتى دي اللعظة الاشقراء ثم فجأت الجميع كمان بحتة حراس المرمى انا افتكر انه برضو لما انا كنت متواجد في الاتحاد كان ساعتها كابتن احمد سليمان كان مدرب حراس المرمى المنتخب وبعدين جي معا بقى كابتن فكري صالح وكباتن بقى كتير من السادة المدربين افضل علي رحمة الله كابتن حسب مختار وكتير جدا من المدربين قالوا يا جماعة من فضلكوا اوقفوا موضوع الحراس الاجانب لانه مش عارفين نطلع حارس جيد للمنتخب اشتغلت بقى القصة الحضري بدأ ينور قوي الحضري بدأ ينور في 2006 بعدين بدأ ينور بقى قوي الفترة دي فترة التنوير بتاعت الحضري وعلي وظهر ولعب بقى للأهلي ولعب للزمالك ولعب للإسماعيلي ولعب للاتحاد ولعب في أوروبا ورجع لعب لودي ديجلا وواواواوا لكنه بقى عندنا فرص ان احنا ندي فرص للحراسنا بقى ظهر بقى الهاني سليمان وظهر دلوقتي محمود جاد وظهر عمر ردوان وظهر كل الاسماء بقى اللي انا ممكن اقول لحضرتك علىها الزنفولي ظهر واحمد السعداني ظهر وافضل اقول لك اسماء بقى وبالصعود وحسن شاهين كل الناس وكبير او صغير انت النهاردة بترجع تاني ترجع للخلف ترجع تقول لأ ألغي وتعاقد انا شخصيا مريت بهذه التجربة يعني انا يعني يا رب ما تخلني الزاكرة او اتنين وتسعين تلاتة وتسعين النادر اهلي قرر ان يتعاقد مع حرس اجنبي وبخمس اضعاف مرتابي ما كانش عندي مشكلة يعني السنتين دول خط احسن لعيف في مصر مش احسن حرس مرمى في مصر والحرس اللي جيليه بربع ساعة ربع ساعة او تلت ساعة او شوت وما كملش انه كان شخصيا محترمة جدا كان اسمه تبان سوتو الترسانة جاب جوا ورفايل من موزنبيق والحرس الحدود جاب كميني والاسماعيلي جاب اكتر من حرس مرمى منهم عامر شفية وقبل كده الله ارحمه البرازي والمصر جاب سامبافال والمقولين جاب حرس من سراليون انا فاكر واسماء كتير جدا جات وبقينا نفاجأ انه الحرس الاجنبي بيقعد احتياطي يعني اتلاقي الحرس المصري بيلعب الحرس الاجنبي بيقعد احتياطي لكن كل واحد تبقى اللي فلوسه كل واحد على قد ببيدي لكن ظهر لي احمد الشناوي ظهر لي محمد الشناوي لعلع عصام الحضري ظهر لي بقى حرس لعب وبشكل كسر الدنيا النهاردة بقى عندي حمد ابو جبل بقى عندي كان عوات في الاسماعيلي مكسر الدنيا وفي السعودية كان مكسر الدنيا عنده بضلك في الزمالك لكنه حرس محدش يختلف عليه جنش محدش يختلف عليه الجزائر ما بتجيبش حرس اجانب فبقى عندها بتصدر عندها حرس مرمى في فرنسا وعندها مبولحي في السعودية والمغرب بتصدر عندها بونو موجود في شبلية في الاسبانيا وغيره كمان عندها اتنين حراس بيلعبه في الدار الاسباني فتحولوا الى مصدرين فانت بتتحرك خطوات للامام ايه اللي بيرجعك للخلف تاني يعني ليه بترجع وراء يعني ما تخلينا نجري القدام يعني ما بنصدق مركز نسبته خلينا نفتح اللبواب للناس لولادنا انهم محترفوا وبعدين نعمل تفريخ من تحته اتمنى ان دا اللي يحصل للاسف الشد دي نقطة